دكتور سابت عجبك اللقاء في مجمله لكن عايز اسمع منك ابرز اللعبة اللي عجبتك برضه البداية طبعا الف مليون مبروك للنادي الاهلي وجمهير ومجلس الادارة واللعبة والجهاز الفني الدوري رقم 3 على التوالي مبروك لفرقة 2007 النادي الاهلي النهاردة ده بيوصل بيبقى اكتر فريق بيفوز في الدوري 20 فوز الارقام بصراحة كلها للنادي الاهلي على مدار الموسم يعني 20 فوز اه على مدار المسابقة اقوى خط ادفاع النادي الاهلي مدخلش فيه غير 13 هدف بس في 29 ماتش النادي الاهلي اكتر فرقة اخدت النقاط في الموسم ده 71 نقطة بالنسبة للعيبة انا شاف ان الفرقة فيها لعيبة كتير ممتازة بالذات الاكتر كمان اللعيبة اللي جات من 2008 اه يعني انا عجبني اوي حمزة ديجوي رقم اتنين حمزة ديجوي المساك وخلي بالك زياد واهل اللي جنبه زياد واهل مقاتل مقاتل اه عنده روح كده وعنده شخصيته واياد مدحة اللي احنا جبناه في اللقاء كان عنده نظار تالت وملعبش اللي هارده واحد من المساكين الممتازين برضو بس حمزة ديجوي ان هو العيب بالقموليد 2008 ويطلع عائل اوي وكرته حلوة بيحضر بشكل كويس اه دفاعيا ممتاز الباكين زي ما الكابتن عادل قال على مهند الشامي اللي هو الباكليفت ده باك ممتاز بيعمل ومحمد عاطف ومحمد عاطف عمل شرط اول ممتاز في ناحية اليمين يمكن نيجي في وسط الملعب برضو محمد روح فتقدم اداء كويس الاتنين اللي بيزيد زياد ناجح ده لعيب ممتاز اوي لعيب مايش وش نص الملعب النمس بتاعته حلوة كان واحد كان جندي مجهول فعلا في وسط الملعب بيعمل ربط ما بينه الخطوط بشكل كويس هو العيب رقم 8 بيعمل ربط بشكل كويس حازم عشور صنع العلعب برضو قدم اداء كويس عجبني ياسين عاطف ياسين عاطف يمكن بدأ المطش مكانش احسن حاجة بس لما بدأ يدخل لجوه ظهرت خطورته يعني حتى لما نجيب الجون اللي هو الجون التاني هنحل الاهداف دلوقتي اه في الشوطة بتاعته بتنم على واحد عنده موهبة التزديد من مسافات ودي حاجة برضو حاجة كويسة جدا اللي عيد من صوره يبقى عنده اه هنا ياسين عاطف مثلا بيمرجح رجله كده وبيوجهها في المص لا جون علامي من ياسين عاطف وكمان ساعد في الاسست في الجون التالت احمد الشيخ برضو الشوط الاول كان كويس وقدر ان هو يسجل هدف برضو لما الجناحين قدروا ان هم يخشوا لجوه سوايا ياسين عاطف او احمد الشيخ ظهرت خطورة الاهل خاصة مع الانطلاقات بس انا عجبني موليد الفين وثمانين بصراحة الاربعة طب محمد هيسم محمد هيسم ممتاز المهاجم ممتاز في المحطة كويسة جدا هو نوعية مهاجم مختلفة عن تاحة تاحة مهاجم عنده سرعات فالاثنين يعني ان شاء الله السنة الجاية مع بعض يكملوا بعض مختلفين محمد هيسم مهاجم محطة بتقدر ان انت تطلع عليه كوي بدنيا كوي في الاتحامات الهوائية هدف حتى كان ليه دور مهم ان هو جاب جنين في مباراة امبي النهاردة كنا بنطلع عليه يعني هو بيعتبر محطة المناء الفرع كلها بتطلع عليه محمد هيسم بلالعطية ده بقى السحر بتاع فرية 2008 ده اصلا ليه رقم كان مسجل 18 جون السنة دي او 16 جون في مسابة 2008 2008 اه فكون ان هو احنا كلنا عاديين مستنينه عايزين نتفرج عليه فمن اول لمسة بييجي وبيعدي من واحد والتاني ويسجل بلالعطية ده هيبقى موهوب او هيبقى مستقبل النادي الاهلي في مركز صناعة الالعاب اللي هو موليد فهو الولد ما شاء الله كمان سلوكيا حاجة رائعة وروح لكابتن فريد وكابتن كمان منتخب مصر 2008 مع كابتن احمد الكاس هو انضم المنتخب 2008 في البطولة شمال افريكا اللي هتتلاعب الفترة الجاية هو اللعيبة كلها اللي احنا اتكلمنا عليه بس بصراحة حمزة عبد الكريم برضو المهاجم اللي نزل في الشهود التاني ملحيش لكن ظهر التحركاته برضو موجود في قائمة المنتخب ايضا لعب منتخب مصر 2008 فبصراحة برضو عشان نديهم حقوم الفرقة كلها قدت بشكل كويس وده يحسب برضو للكابتن اسامة زاكي لازم برضو نديله حقه المدير الفني كابتن اسامة زاكي لسه نتكلم عن جهاز الفني دلوقتي بسيخوضة بياخد دوري لتلات سنين واربع دي حاجة تحسب للكابتن اسامة زاكي ان هو بيقدم الأداء ده ومعام نفسه النهاردة انت بتقابل المقاولين اللي هو تلاتة الدوري وبتاخد الدوري من امبي يعني نقط فاهم فدي حاجة برضو تحسب مبروك يعني لنادي الأهل بصراحة الأداء ده والنتيجة دي الدوري بتلت على التوالي بتلاتة أهداف فرحتنا لسه مستمرة مع حضراتكم نروح لملعب المباراة مع زميلة فروه صلاح ولقاءات ما بعد فوزي الأهل على المقاولين العظيم